أكمل وعد بلفور المشؤوم قرنه الأول ضارباً رقماً قياسياً بالدماء التي سالت جراءه وما آلت إليه الأحداث منذ توقعه إلى يومنا هذا مئة عاماً مئة سنة من الحروب المنفصلة والدمار والخراب يتحملها شخص أراد تخليص بلاده من شر اليهود فسقطت بلدان أخرى بسببه إلى التفاصيل تمر الذكرة المئوية لواحدة من أسوأ كوارث التاريخ الإنساني ألا وهي حدثة وعد بلفور الذي تسبب بمقتل مئات الألوف من العرب واليهود والأوروبيين والأميركان منذ ظهوره إلى اليوم آرثر جيمس بلفور الإسكتلندي البريطاني الذي ولد في عام 1848 وزير الخارجي الذي أصدر هذا الوعد وتعود ثروته إلى جده جيمس لكن جيمس عاد بعده بثروة تقدر بأكثر من 30 مليون دولار بوقتها ليبدأ بعدها مجد أسرته ويدخل البرلمان في السنة نفسها فقد ولد ليجد أن الجد والأب قاما بتهيئة طريق مناسب له سواء في المال أو السياسة حتى أن الدوق والنكتون الشهير بقاهر نابليون كان عرابه في ولادته نشأ آرثر عمليا ولا علاقة له بأي مثل أو مبادئ باستثناء تلك التي تساعده على الصعود والارتقاء في عالمه وله جملة شهيرة تقول لا يوجد شيء له أهمية كبيرة وهناك أشياء قليلة لا تهم بالمرة دخل البرلمان لأول مرة وهو ابن 36 سنة ثم عمل سكرتيرا لخاله روبرت سيسيل المعروف باسم لورد ساسبوري رئيس وزراء بريطان الأسبق والذي كان عراب تقسيم إفريقيا كافأ ابن أخته بتعينه وزيرا لشؤون إسكتلندا بعد سنة ثم خلفه على رئاسة الوزراء في عام 1902 مع تتويج الملك إدوارد السابع نهاية حرب البولير ورغم كل ما قيل عن صداقته لليهود فإنه دعم تشريعا معاديا للهجرة لمنع تدفق المهاجرين اليهود إلى بريطانيا من شرق أوروبا ويقال إن وعده المشؤوم كان أسوأ محاولة لصرف الهجرة اليهودية باتجاه فلسطين بدلا من تدفقها على دول أوروبا الغربية وأن بلفور كان في دخيلته معاديا للسامية وقد وصفت شخصيته بالتعالي والإصرار على الخطأ والعنصرية واستخدام الوسائل السوقية في التعامل مع الخصوم واشتهرت هذه الصفات حتى أصبح تسمى بالأخلاق البلفورية هذه هي سيرة مختصرة للشخصية التي تسببت بكل هذه المآسي على العرب والمسلمين منذ الوعد المشؤوم